وفي خبرنا الأخير حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرصة تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من ألفي متر أحياناً بسبب الأتربة العالقة على معظم مناطق الدولة وذلك حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطخس غداً حاراً ومغبراً نهاراً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية أحياناً بعد الظهر وقد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية بما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرع بوجه عام تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة ومحملة بالغبار وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية